تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأعرب سموه بهذه المناسبة الوطنية عن عميق الفخر والاعتزاز بما تحقق لمملكة البحرين من منجزات على مختلف الأصعدة مؤكدا سموه أن قطاع الرياضة يسير بخطة واضحة نحو مزيد من التطور والتقدم وذلك بفضل الرعاية والدعم الذي يحظى به هذا القطاع من لدن عاهل البلاد المفدى واهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة موضحا سموه أن الرياضة البحرينية تعيش نقلات نوعية مهمة للارتقاء بمنظومتها الإدارية والفنية والتي ستهيئ لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر